بسم الله الرحمن الرحيم يعطيك فلاحفظ جميعا معكم زميلكم طارق اشتاوي محاضرة جديدة محاضرات الجنرال فارمكولوجي المحاضرة الماضية تكلمنا عن البراميترز of elimination رح نستكمل المحاضرة هاي البراميترز of elimination حكينا بداية المحاضرة الماضية حكينا عن السيستم الكليرانس حكينا عن القانون الخاص بالسيستم الكليرانس حكينا السيست البالعام هو نفسه الحجم هو الحجم السائل اللي يتم تنقيت من الدواء هذا هو البالعام بشكل عام حكينا عن فاكتور بوت افك حكينا عن م Women's bilature الذي يمكن فتاقصها بفتاعله البازما إتمامة المرتبط على العدوات من تركيز الدهو 50% تركيز الدهو اطلع الوقت بحسبه اذا هذا هو الهاف لايف اه حكيانا الهاف لايف برضو من نجي من قانونه برضو نفس الفكرة من هون هاي الهاف لايف بعملها موضع قانون وبطبقها القانون مباشرة اه سوري حكيانا اهمية الهاف لايف حكيانا بتعتمد على الكليرنس وبتعتمد على الوليوم تعرفني توسب натالية الدهو 50% Oh! طبقه حكيانا دهوcing جدا مهم بيهمني من معرفة الهاف لايف أو الاليمنياشن من استпонاء الف لايف تساوي خمسة هاف لايف كانت تساوي خمسة هاف لايف وارضو بسعدني ان اعرف الـ whole-life اللي هو بحصل بعد 5 Half-Life وحكينا عنها بالتفصيل حكينا عن factor affecting Elimination Half-Life حكينا عنها بالتفصيل بعدها رحنا على ال Steady State Concentration حكينا عن ال Steady State Concentration اللي هي انه متى بسير أن ال Steady State Concentration لما يكون ال Rate of administration يساوي ال Rate of Elimination حكينا ال Rule of 5 من التقلق الاستيد بالتفصل الهدئه يوصل بعد خمسة حاف لايف كل ما اغير الجرعة بدي خمسة حاف لايف جديدة و لما اوقف الدواء بدي خمسة حاف لايف عشان يطلع الدواء من جسمي حكينا عن راسمه بالتفصيل و الستيدست استطيضا اخر شي حكينا عنو الودينگ دوز الودينگ دوز هي جرعة كبيرة بعطيها بداية العلاج في استثناءات A ممكن نعطيها في نهاية و في استثناء و لكن هسابهمن نيش احنا سبهمنا عنو اعطيها في بداية العلاج وهي الهدف منها انه اهم شي والهدف منها اني اعمل زيادة سريعة في البلازمة عشان اوصل لبلازمة هي عبارة عن فحكينا الامونت يساوي التركيز في الحجم التركيز اللي هو البلازمة والحجم اللي هو هذا هو بالنسبة ل ولكن هذا بحالة اذا كانت تساوي 100 اذا كانت مثلا اورال اي روت ثاني غير مش رح تكون تساوي 100 فانا رح امسك اورال بقسمه على الاف مثلا اورال بقسم على خمسين كانت سبعين بقسم على سبعين بالمية وهكذا اخر اشي حكينا عن اليوز اذا بشو بستخدم اللودينج دوز وهون وقفنا حكيناها على السريع نعيدها مرة ثانية عشان نتفصل حكينا ان امرجنسي وتفصلنا فيها بشكل كبير ولكن اللي حكينا على السريع اليه دراج وذلونج هاف لايف زي مين الاميو درون الاميو درون اللي هو عنده لونج هاف لايف طبعا الاسم مش هوم كثير اي دواء وذلونج هاف لايف بحاول اعطيه لودينج دوز ليش زي ما حكينا ممكن الدواء يكون عندي مثلا عسب المثال ثلاثين ساعة اللي هاف لايف عنده بتخيل عشان اوصل لستي دستيت كونسنتراشن بدي ايش خمسة هاف لايف فخمسة الثلاثين شو ده تساوي بده تساوي مية وخمسين ساعة وتخيل مية وخمسين تقسيم اربع وعشرين بده هتطلع معي ايام كثير هتطلع معي ايام كثيرة يعني فوق الستة ايام ممكن وهكذا فبعطي لودنج دوز عساس اعمل رابد انكريز للبلازما كونسنتراشن عشان احاول اوصل بشكل اوسع اسرع ولكن اهم اشي هاي 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 راح نبلش اليوم في المنتينانس دوز راح نحكي عنها بعدها راح نحكي عن الكيناتيك اوردرز بس نخلص الكيناتيك اوردرز راح نكون خلصنا الفارماك وكيناتيك كاملي لما نحكي عن المنتينانس دوز الديفنيشن of المنتينانس دوز اه دوز نيد تو كيب بلازما دوز كونسنتراشن كونستان اات ستيدي ستيت كونسنتراشن اه شو يعني يعني هي الجرعات جرعات اول اشي مبدئيا هي دوزات او جرعات صغيرة هي عبارة عن جرعات صغيرة هاي الجرعات الصغيرة بتخليني احافظ على البلازما دراج كونسنتراشن تركيز الدواء في البلازما ثابت عند الستيدي ستيت كونسنتراشن انه ما يقل ولا يزيد فهاي الجرعات بحسبها عساس اني اعطي دواء زي ما حكي الريت اف ادمنستراشن يساوي الريت اوف اليمينيشن فانا الدواء عندي مثلا بتخلص الجسم خلال ساعتين من مثلا اربعين فانا مباشرة اعطي منتران دوز اربعين مثلا عساس ايش عساس اعوض النقص فصارت الريت اف ادمنستراشن يساوي الريت اف اليمينيشن طبعا هذا بعد خمسة وحافظ على المنترنت دوز هي اللي بتحافظ على جرعات صغيرة اذا هي هيا تعويض تعويض الخسارة الخسارة او اليمينيشن صار لها كليرانس فهالجرعات بتعوض الجرعة اللي صار لها كليرانس عشان يظلوا عندي سهلة وبسيطة وزي ما حكينا اذا نتذكر وظلنا نحكي فيها حكينا اللي هو rate of administration شو لازم يساوي rate of elimination اذا هي rate of administration يساوي rate of elimination هذا مسمي dozing rate اللي هو معدل اعطاء الجرعة مثلا زي ما حكينا الهاف لعيف عندي خمس ساعات كل خمس ساعات بخلاص عندي 40% من الدواء 40% من الدواء فانا اا بدي اعطي ايش بدي اعطي 40 عشاس ايش يظلوا rate of administration يساوي rate of elimination فهي الاربين اللي بعطيها شو منسميها منسميها rate او dozing rate هي ايش معدل اعطاء الجرعة يعني انا بعطي dozing rate مثلا 40 كل خمس ساعات فهذا الريت اذا هذا عبارة عن amount اذا بتلاحظوا احنا بنحكي عن 40 فانحنا بنحكي عن كمية فهذا فعليا هو عبارة عن amount ولكن amount في وحدة الزمن هاي اذا هي نفس amount ولكن amount في الزمن طب انت لابن قل نفس amount معنا amount قانون حفظنا ايا تركيز يساوي الكتلة الحجم الكتلة amount معنا بحط موضوع قانون اذا amount تساوي الحجم ضرب التركيز الحجم هون انا بحكي عن ايش elimination فانا بدي اكون بحكي عن steady state sorry بكون بحكي عن clearance فانا راح احكي عن الحجم بحكي عن clearance و concentration ال steady state concentration اذا clearance ضرب steady state concentration رايعطيني dosing rate بوحدة الزمن هاي باختصار بدون تفاصيل قليل جدا قليلا نادر نادر يعني قداش شفت اسئلة وهذا قليل جدا شفت اسئلة على موضوع maintenance dose مش مش بتفاصلين فيها فعليا if the drug taken by continuous IV infusion infusion يعني تقطير وريدي IV وريدي infusion يعني تقطير وريدي اذا intravenous infusion يعني تقطير وريدي اذا انا بعطي الدواء بتقطير وريدي طب شو المعدل اللي بتعطي فيه الدواء اذا كيف بدي اعطي الدواء بتقطير الوريدي بدي نفس فكرة مين الدوزين ريت ولكن صار اسم infusion ريت لانه صار اسم تقطير فنفس الفكرة بحسب الكليرانس بضربها في steady state concentration وبطلع عندي اللي هو infusion ريت اذا نفس دوزين ريت ولكن مسمى اخر تقطير معدل التقطير اللي هو معدل التقطير الوريدي intravenous infusion حكي انا if the drug taken in repetitive dose يعني جرعات متكررة طب هاي الجرعات المتكررة هي اللي راح تحافظ لي على steady state concentration فهي راح تكون اسمها maintenance dose فهاي نفس اللي حكينا فوق ونفس الاشي maintenance dose اذا اللي هي repetitive dose او maintenance dose اللي هي repetitive minimum dose اذا جرعات صغيرة بعطيها عشان تحافظ على steady state concentration هي عبارة زمن اذا amount شو حكينا يساوي كتلة في الحجم الكتلة سوري سوري الاماونت هو الكتلة اذا الاماونت هو يساوي التركيز في الحجم اذا التركيز اللي هو steady state concentration ضرب الحجم اللي هو clearance حكينا اللي هو بنصير elimination فابدأ ضرب steady state concentration ضرب clearance وهو نحن نحكي repetitive dose اذا جرعات متكررة فلازم اضرب في وحدة التكرار يعني اذا كرر الجرع كل 5 ساعات فبضرب في 5 فهاي اللي هو مسمي dose interval وحكينا افضل dose interval انه يساوي dose interval شو يلازم يساوي half life هذا افضل dose interval فاللي هو بضرب dose interval الفاصل الزمني بالجرعات 5 ساعات بضرب في 5 زي هي بس عشان ايش يطلع عندي بوحدة الزمن لانه بحكي عن repetitive اذا تكراري جرعات تكراري هذا بالنسبة لل IV ولكن بالنسبة هذا لانه البيو availability كم عندها 100% طب اذا البيو availability كانت 50 كانت 40 للروض ثاني زي oral زي الريكتل الاخر راح مباشرة نفس القانون ولكن بخسم على F زي ما نادر جدا ما يجي عليه اسئلة ولكن يعني مش نادر جيد خاص بديش قدر سهلا بذوس وبتوكل على الله و اه يعني انا بفوت على امتحان مش بقول يا رب انو يم ما يجي ويا رب لا انا بفوت متقل المادة كاملة وشو ما يجي يجي هيك من خلصنا ال parameters of elimination اخر اخر نحكي عنه في هاي المحاضرة اللي هو kinetic orders kinetic orders موضوع مهم بيجي عليهم سؤال سؤالين في الامتحان دائما موضوع جدا مهم وبتلاعب في الاسئلة فلازم يكون فاهم كويس شو الموضوع kinetic orders موضوع مش صعب ان شاء الله عندي نوعين من orders يعني first order kinetic و zero order kinetic حكاية اتوقع اذا اخدتوها ولا لا حسب الدكتور اللي درسكم البيو chemistry ولكن حكي لعنا بالصيفة السراح نعيدها هون لو ما ايا لو ما كنت رفو بالصبب مش مشكلة الفرق بناتهم كالتالي رح نبلش واحد واحد اول شي first order kinetics عبر عن constant fraction of drug is eliminated per unit of time شو يعني fraction constant fraction أو constant زي ما أقول percentage يعني 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 انا مثلا بعطي جرعة معينة هذا الدواء الجرعة كذا كانت 100 جرام انا بتخلص من 50% تمام بتخلص من 50% فانا انا بتخلص من 50% من 100 جرام قدش بظل عندي 50 جرام طب لو جرعة الدواء صار 1000 انا برضه رح اتخلص من 50% اذا رح اتخلص من 500 رح انا بتخلص من constant amount وليس fraction وليس percentage amount ليس fraction وليس percentage of drug is eliminated by unit of time شو يعني يعني عسب المثال عندي دواء اعطيت 100 جرام من هذا الدواء انا بتخلص عندي constant amount اللي هو 50 جرام فال50 جرام بتخلص خلال خمس ساعات مثلا فهون رح يطلع عندي رح يصفي عندي تسعمية وخمس هاي هاي الفرق اذا هون بتخلص من amount هناك بتخلص من fraction او percentage تمام هاي اول فرق بين first order kinetic و zero order kinetic ثاني فرق اللي هو كل ما ازيد الجرعة زي ما حكينا كل ما ازيد الجرعة هون شو بصير بتخلص من زيادة طب انا لما ازيد الجرعة مثلا 100 الميتابوليزم مش ثابت الميتابوليزم رح يزيد عشان ايش مش معقول الميتابوليزم نفسه وخلص بخمس ساعات 50 بالمية جرعة الالف نفس جرعة المية يعني خلص منهم 50 بالمية فاكيد الميتابوليزم بزيد فwith increasing the dose the metabolism will increase معنا الهاف لايف ثابت معنا الهاف لايف هو ثابت ما بتغير وبدأ من الهاف لايف ثابت رح اوصل للاستيدي استيدي كونسنتريشن اذا انا عندي هاف لايف ثابت كل خمس ساعات بتخلص من 50 بالمية من الدواء ضرب خمسة هاي جبت للاستيدي استيدي استيدي كونسنتريشن لانه الهاف لايف ثابت اذا rate of elimination is proportional proportional يتناسب to the concentration of drug اذا rate of elimination يتناسب مع rate of administration وتركيز الدواء كل ما زيد الادمستريشن رح يزيد البنتابوليزم والإلميناشن عساس يظلوا على نسبة معينة فراكشن معين هون لا هون the rate of elimination is constant ثابت بغض النظر عن الجرعة اعطيت الف اعطيت الفين اعطيت مية هاذا الدواء خلال خمس ساعات بخلصني من 50 جرام بس دبر حالك الميتابوليزم عندي ثابت عندي انزيمات عددها مثلا محدد هاي الانزيمات اذا فللت خلص تأخذش اكثر والله هيم اكثر اشي اقصى حد عندها خمسين خلص مستحيل تأخذ ولحب بزيادة فهي الفكرة اذا limited capacity of kinetics due to saturation of involved enzyme and the carrier زيادة الانزيمات اشبعت هون هناك بالfirst order الانزيمات ما بصير الاشباع المتابرزم بزيد مع زيادة الدجرات هون لا هون المتابرزم ثابت عندي مثلا خمسين انزيم كل انزيم بتخلص من واحد مثلا من واحد مليجرام فانا لو معطي خمسين انزيم فلل كل حب الدو مسكت مثلا اشي تقدير طبعا شيك هو سير ولكن كل اشي مثلا ايش خمسين انزيم هذو الفلل تمام هيك او الانزيم برود بيشتغل برود باخذ مثلا خمسين اجداد برود باخذ و هكذا اذا هاي الفكرة انا عندي انزيم ثابت اذا اشبعت صار لها ساتوري مش راح تاخذ اشي زيادة عشان هيك هي عبارة عن constant amount of the drug eliminated per unit of time هاي هاي الفرق الثاني اذا معناها هون شو نستنتج هون نستنتج انه هاف لايف مش ثابت شو يعني يعني مثلا اعطيت جرعة 100 تمام وعندي الانزيم خلص حدها 50 حدها 50 يعني كل كل مثلا كل خمس ساعات بتتخلص من 50 تمام قداش راح يكون عندي الهاف لايف لجرعة 100 راح يكون الهاف لايف لجرعة 100 هو عبارة 5 ساعات ليش لأنه خلال خمس ساعات تخلص من 50 نص المية طب الالف جرعة الف والله جرعة الف خلال خمس ساعات راح تخلص من 50 بس طب انا بدي تخلص من 500 اضرب الخمس ساعات هاي في عشرة كداش بدي بدي خمسين ساعة عشان اتخلص من نص الالف اذا اصلت الهاف لايف مش ثابت شو بدو اضربه في خمسة اشي مش ثابت ليش دو اضربه في خمسة وطلع الستيدي ساعة كونس ليش لأنه الهاف لايف مش ثابت عالعكس الفرس او كينتكس حكينا بتخلص من فراكشن 50 بالمية ثابتة فهذا الهاف لايف مش رح يختلف سواء جرعة الف ولا سواء جرعة مية فهو بقدر اوصل الستيدي ستيت كونس تريد زي ما حكينا اتهاز لينيار اليمينايشن كينتكس اكزامبل بلازما كونس تريد كان بي اكسبكت ات اني تايم يوزن لغريتم الكنس تريد تايم ديس ابير ان كير شو يعني يعني عندها لينيار لينيار يعني خطي اذن عندها الكير بتاعها هي خط الكير خطي خطي بين مين ومين المنحنة خطي بين الوقت اللي هو تايم اللي هو على محور السنات وعلى محور الصادات اللي هو لغريتم الكنس تريد تمام اذن هون المنحنة بناتهم خطي فلما يكون المنحنة خطي انا بقدر في اي وقت اتنبأ في لبلازما كونس تريد لانه عندي منحنة خطي عندي اشتسلسل ثابت فانا بقدر في اي وقت ارفع ساهم واشوف قديش اندي لغريتم لدراك كونس بحول لدراك كونس وبعرف كونس بالضبط هون في الزيرو أوردر عندي نان لينير نان لينير يعني هون باخترف عن دراسته هون دراسته هون باخترف عن دراسته هون فهون ما بقدر اتنبأ يعني مثلا جبت نقطة ما بقدر اتنبأ في باقي النقاط هون مثلا جبت نقطتين بوصل لخط وخلصتين خط مستقيم بتنبأ في الباقي اذا هون نان لينير إليميناشن كيناتيك بلازما كونس ترشيشن كان نات بي اكس باقدر ما بقدر اتنبأ في البلازما كونس ترشيشن لدراك at any time على عكس الفيرست كونت بقدر اتنبأ في اي وقت لان عندي لينير وزي ما حكينا هذا بين time وبين logarithm لدراك بلازما لغريتم دراك بلازما كونس ترشيشن هاي هي الفكرة بعد هيك حكينا الهاف لايف هون عنا كونس ترشيشن حكينا ليش الهاف لايف كونس ترشيشن حكينا لان عندي انا فالهاف لايف رح يكون ثابت ومدام الهاف لايف ثابت بضرب في 5 واجيب الهاف لايف ثابت اذا غير ثابت اذا لما يكون الهاف لايف مش ثابت معناها ايش لانه ليش ليش الهاف لايف مش ثابت لانه عندي جرعة 100 مثلا بدها على 5 ساعة تخلص نصها الجرعة 1000 بدها 50 ساعة تخلص نصها هكذا اذا الهاف لايف مش ثابت فلو اضرب 5 الف شو بدي في 5 هف لايف مدام الهاف لايف مش تابت اذا فش عندي steady state concentration وهذا بدولني النقطة التحت اللي هو بحكي لي steady state concentration is reached on repeated those after 5 هف لايف بعد خمسة هف لايف بوصل steady state concentration بس بالزير شو بصير يعني بدل ما يصير steady state concentration رح يصير عند توكسيسيتي سمية و اوفرشوتين اوفرشوتين يعني رح يصير دواء متراكم في الجسم بكمية كبيرة وهذا قد يؤدي بشكل كبير الى السمية وخاصة في الادوية اللي بكون عندها الرينج زي ما حكينا اللي هو تكسيسيتي عسرية بتصير رح نحكي عنا قدام بالفارماكو دايناميكس بالتفصيل اذا هاي الوفرشوتين يعني هاي نحن بزيد تركيز الدواء في الجسم طلعوا كيف صار عندي الفلكتشواشن اللي كنا نحكي عنها حكينا عنها المحاضرة الماضي الفلكتشواشن هون طلع الفلكتشواشن للبيك ولل طرف والله مسافح حال فوق ما قد بسير الوفا هس نحكي عن اخر شغلي اخر يعني اخر كمي شغلي مودست تشينج اندوز قبل من نحكي عن اي شي شو يعني مودست مودست يعني مودريت يعني مودريت يعني تغير بسيط تغير متوسط مش والله اعطيت جرعة مية فقعت جرعة الف لا هاي بطل تغير مش طبيعي اما تغير متوسط اي تغير متوسط في الجرعة مودست تشينج اندوز يعني بقدر الجسم يتحمل اذا تغير المتوسط في الجرعة بل مثلا معطي جرعة مية اعطيت مية وخمسط مية وعشرين هذا الجسم بقدر يتحمل ومش راح يستي عندي تكسي في الفيرس اردو كينتكس ليش اذا تولير بقدر يتحمل ليش بكوز لما يزيد تركيز الدوش ورح يزيد المتابوليزم ورح يزيد الاليمينيشن ورح يزيد الكليرس هاي الاليمينيشن رح يزيد باي the same راشيو رح يزيد بنفس المعدل لانه عندي فراكشن ثابت فهذا ايش هذا رح يعوض وهيك رح اتجاوز السمية هون عكس اللي حكينا بالفيرس اردو بالزير اردو كينتكس لانه الدراج رح يصير ليتراكم رح يصير عندي اوورشوتن حكي انا كل ما زيد الجراء من 100 115 115 رح تتراكم 120 رح تتراكم لانه قاعد بزيد في ام لاني انا بتخلص من امان ثابت فانا الريت اف ادبنسترشن قاعد بزيد والريت اف 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 العكس الفيرست او كينتكس لما زاد الريت this may cause death for the patient drug metabolites drug metabolites اللي هي النواتج الميتابوليزم للدواء do not vary with those اذا النواتج الميتابوليزم للدواء ما بتختلف مع الجراء شوف ما تزيد الجراء رح يطلع هو هو نفسه الميتابوليزم هو هو نفسه الميتابوليزم النواتج اللي طلعت من الميتابوليزم في جرعة 100 نفسها في جرعة 1000 نفسها في جرعة 2000 هون في هذا بالنسبة للفيرست أوردر كيناتيكس بالنسبة للزيرو أوردر كيناتيكس دراج ميتابولايتس مي فاري ودوز خاصة إذا زدت الدوز بشكل كبير شو ليش؟ أنا مش حكي نحنا مش حكي نحن عندي مثلا خمسين إنزام هذول خمسين إنزام فهل له صار مستشوريشن خلاص بطل يستقبله فهذا مثلا على سبيته هذول خمسين إنزام في الكيدني بصير الدواء قدمه كميته كبيرة بصير يروح على أماكن ثاني مثلا زي الليفر بروح إذا لقى إنزامات متشابهة أو إنزامات ممكن تقبله بروح بارتبط فيها فهذا رح يعمل لي إشي اسمه إيش؟ رح يغير الميتابوليزم ممكن نواتج الميتابوليزم هذا صار له مثلا الأوكسيديشن هذا كصار له إيش؟ لا هذا كصار له مثلا إش ثان غير الأوكسيديشن فهذه هي الفكرة لأنه إيش صار تراكم راح أماكن ثاني مثلا بدل كدني راح على الليفر زي ما حكينا فراح يتعطيني ميتابولايتس ممكن مش أكيد طبعا راح أعطيني ميتابولايتس مختلفة هاي هي مش مهم كثير هاي بنقطة ولكن لازم نكون عارفينه أخر شي نأخذ إكزامبل إكزامبل هون الفيرست أوردر كينتكس أغلب الأدوية في العالم تمشي على الفيرست أوردر كينتكس الزير أوردر كينتكس أدوية قليلة والإكزامبل عليها لارج هاي كلمة مهمة جدا لارج إذن لارج دوز لارج دوز إذن لارج دوز أوف مين؟ أوف أسبرين الكحول أنت فينوتوين الكحول عارفينه والأسبرين أو الأسبرين عارفينه؟ هسنا راح نعرف لقدام إن شاء الله ليش إحنا بنحكي أسبرين مش أسبرين أسبرين غلط أسبرين صح راح نعرف لقدام ليش بس هيك خذوها مبدئيا هيك إذن أسبرين الكحول أنت فينوتوين فينوتوين دول علاج السراء مش مهم هذول كلهم بيصيروا زيرو أوردر كينتكس ولكن الشرط إن لارج دوز إن لارج دوز أما في سمول دوز أو جرعات متوسطة ذي فولو the first order kinetics in the small dose and the modest dose بتتبعوا الفيرست أوردر كينتكس اللي هو فراكشل ولكن إذا صغت الجرعة كمية كبيرة كثير خلاص الفيرست أوردر بيبطل بتحول لزيرو أوردر كينتكس وهو بسيرين دي مشكلة إذن الأسبرين والالكوحول والفينوتوين ها هي الفكرة في الارج دوز في جرعات كبيرة هيك بنكون خلصنا الكناتك أوردرز وهيك بنكون فعليا خلصنا الفارماكو كينتكس بجميع تفاصيلها راح أحل معكم هذا السؤال حاليا راح نشوف يعني راح نشوف الفكرة راح نشوف كيف هتعامل مع الأسئلة اللي بتجيني في الامتحان راح أحل لذول السؤالين هاي هم مكتوب بعد يوم كيو اللي هم يكوشنز راح أحل لهم راح أتركلكم راح أتركلكم اثنين برضو عشان نكون أيهاكم تعادلين أنا حلت اثنين وانت حلتوا اثنين زي يساوي يساوي فلازم نساوي في كل شيء زي ما حكينا راح أحل لذول هسا إذن نقرأ السؤال يعني السؤال منظر بخوف لما تطلع هيك يعني أربع أسطور وهات لا السؤال سهل إذا مشيت في حبة حبة خدت المعطويات كتبت مع ورقة على الجنب فراح يكون السؤال تافي بإذن الله السؤال بقول لي 48 year old male patients وزنه 70 ووزنه مثالي 70 كيلوغرام إذن هاي أول شغلة وزنه قديش ووزنه 70 كيلوغرام is treated with experimental drug A إذن أنا قابع عالجه في دواء تجريبي إذن experimental أنا عامل تجربة جبت هذا الميل لتطوع أخطته مصاري قلت له خذ بديك تطوع عندي عشان أعمل عليك تجربة هاي وافق هذا الدراج إيه؟ هذا الدراج عشان علاج إيش؟ type 2 diabetes type 2 diabetes حكينا أخذنا أكيد في البيوكميستري حكينا بوليوريا بوليفيجيا and بوليديبسيا أعطى الشديد جوع شديد وذهاب إلى الحمام وإخراج اليورين بكثرة هاي مش مهمة يعني مش مطلوب منكم ولكن حلو إنه الواحد يذكر شغلات أخذها زي ما حكينا type 2 diabetes drug A is available as a tablet إذن هو بنعطى as a tablet إذن أورالي أكيد tablet بدأت نعطى إيش مش IV مستحيل أو إنترامسكيلر رح تنعطى أورالي إذن هو عبارة عن within an oral bioavailability of 70% إذن هذا أول معطى عندي مهم جدا اللي هو البيو أفيلابيليتي لهذا الدواء 70% إذن هاي هي أول شغلي بتهمني البيو أفيلابيليتي 70% إذا المعطى الثاني هو البيو أفيلابيليötر كيلو جرام إذن هاذا معطى ثاني جدا حول المهم الي هو البيو الأف wreak أغلب الطلاب سيقعوا بالفخ ويأخذ أقلي على مهية رح يأخذها على مهية ويحطها في القانون ليس كلها بضرب في الوزن الباطنية في السؤال. مش دائما بضرب في سبعين. بضرب في الوزن الباطنية السؤال هي مهمة جدا جدا الحركة. إذا قال لي مثلا في الفوليوم اف ديسترويوشن اه 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 اربعين. وقف خلاص بعرف انه هيك ما تعطينيها لجسم لجسم الشخص اللي ما تعطينا عليه السؤال كامل. أما إذا قال لي تو ليترز ثري ليترز تين ليترز بير كيلو جرام واحد بدأ أضرب في وزن الشخص عساس اجيب الفوليوم بالتحديد اذا هذا رح يقضي انه 2 ضرب كم ضرب 70 ليش انا هون بدي 70 كيلو جرام رح اضرب في 70 رح اضرب في 70 فواحد ضرب 70 وهون 2 ضرب 70 رح تطلع 140 اذا الفوليوم فاليا هو يساوي 140 لتر بير 70 كيلو جرام اذا هي عبارة عن 140 لتر بير 70 كيلو جرام اذا هو عبارة عن 140 مدام الفوليوم 140 اذا نتحكي عن رقم فوق 14 اذا نتحكي عن نقاع بتوزع وين في التشيو والخلايا وبوهرب من اللي بلازمة عشان نتذكر اللي حكينا قبل اذا هذا رح يتوقع انه الهاف لايف يكون له عالي ليش رح يكون الهاف لايف عالي لانه حكينا the highest the volume of distribution رح يصير اصعب على الجسم انه يتخلص من الدول اللي هرب على التشيو فراح يزيد الهاف لايف برضو من راجع اللي حكينا قبل اذا هاي اول معطى the bioavailability ثاني معطى the volume of distribution كم من السؤال and the desired steady state plasma concentration steady state plasma concentration اللي بديه يكون ثلاثة ميلي جرام بير لتر اذا هاي the steady state concentration رح يكون عندي ثلاثة ميلي جرام بير لتر هون دركز شغلة مهمة جدا 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 the volume of distribution كم من السؤال هي بالليتر هون كم من السؤال هاي ميلي جرام بير لتر اذا لتر مع لتر انا هون عندي تساوي بالوحدات اذا هون فيش خوف بمشي عادي بمشي خاف اي عادي ما فيش خوف اني اغلط في الوحدة او احسب الوحدة غلط اذا هاي الشغل الثاني اللي هي ثلاث steady state concentration which of the following is the most appropriate oral loading dose اذا شو بدو of the drug اي بدو loading dose orally لمين للدر اي هاي هاذا هوا المطلوب loading dose تذكر شو حكي beste علىriend nya هي wir احكي انا الامط حكي انا لدينا قانون بناش ننسى نحل عليك اللي هو التركيز كدش يساوي تركيز كدش يساوي تركيز يساوي الكتلة على الحجم هذا قانون بناش ننسى الاماون هذه الكتلة البطنية اذا الا او loading dose aurally راح تكون اللي هي تركيز ضرب الحجم الحجم شو هو؟ Volume of Distribution ضرب التركيز اللي هو اللي هو Steady State Concentration إذن على هم نفس الشغل بهم حكينا أورالي مش IV شو يعني؟ يعني بس ضهل أقسم على Fraction of Bio Availability اللي هي الأورال بي اوفيلالي 4 أول السؤال اللي هي 70 إشي قلنا نعطي المعطيات لأن لو نسيت لما كتبت المعطيات ممكن أن ننساها هاي النقطة ولا أقل جواب بالخيارات إذن بحسب إذن Volume of Distribution قديش؟ هاي يعطانيها مئة أربعين شو أحط ثنين؟ لا بحط المئة أربعين بحط مئة أربعين ضرب كم؟ ضرب ثلاث مئة أربعين ضرب ثلاث على كم؟ على اللي هو سريع سبعين اللي هو بي اوفيلابلتي إذن على سبعين بالمئة أو سبعة والعشرة هاي بتفرقش إنها راح تصيري يعني قداش يطلع الجواب؟ إذن ها أساس نشوف آآ أكي أنا مئة أربعين ضرب ثلاث راح يطلع مع الجواب أربع مئة وعشرين إذن أربع مئة وعشرين تقسيم زيرو بوينت سيفن زيرو راح يطلع مع الجواب ستة مئة إذن الجواب راح يطلع قديش؟ إذن راح يطلع مع الجواب كم؟ ستة مئة ميلي جران ستمائة ميلي جران الجواب A غلط أربع مئة وعشرين الجواب B غلط مائتين عشر الجواب C صح الجواب D غلط الجواب E غلط إذن الجواب C هسا لو حكالي لو كان الخيار C بدل ستمائة ميلي جرام كان ستة بوينت زيرو جرام الجواب صح ليش؟ لأنه ستمائة ميلي جرام الجرام الواحد يساوي ألف ميلي جرام ثم بقسم على الالف رح يطلع معي ستة في العشرة فبديش اغربط وشألاء يقول والله ستة في العشرة فش ستمية خلص نان اوف ذا أبوف لا بدأ اركز على تحويل الوحدات بركز عليها الشغل هاي مش اني انا اللي مركز عليها هم مركزوا عليها مش انا هيك كون حليل السؤال سؤال بسيط جدا زي ما حكي انا من بدون تعقيد اذا معقدش المسألة وركزت في كل شي ركزت في الوحدات ركزت في البيو افيلابيليتي كتبت المعطيات حولت الفوليوم اوف ديستربيوشن السؤال صار سهل اخر سؤال رح نحكي عنه في الفارماكو كينتيكس واخر ايشي رح نحكي عنه في الفارماكو كينتيكس اللي هو سؤال برضو سهل فكرة رح نحكي عنها عساس ما يعني ما حداش حكي انه ما اخذناش هاي الفكرة انا حكيتها في المحاضرة وحكيت مثال عليها بفيديوز اتوقع الفيديو الماضي حكيت مثال عليها ولكن هون رح احلها اساس ان كن مخدين الفكرة اذا الالمناشن اول هاف لايف اف دراج از ميتين وخمسين منتز اذا الهاف لايف ميتين وخمسين منتز هذا معطى مهم جدا the time needed to achieve steady state concentration 95% اذا بدوش المية بالمية اللي هو الخمسة بدو 95% خمسة بمية تذكروا حكينا الثلاث خمسة مية بالمية الثلاث كم كانت تقريبا على الصورة كان ثمانية ثمانين خمس وثمانين اشي زيك طب الأربعة الاربعة كانت خمسة وتسعين تقريبا ستة وتسعين اذا انه بدو بعد أربعة جرعات هاي مهم جدا شيك حكي انا مهم جدا كن عارف انه خمسمة بمية الاربعة خمسة بمية ثلاثة تقريبا ثمانين الاثنين اقل لسابعين زيك اثنين واقل من هيك اه بدك ومع المية 200 250 ضرب أربعة تقسيم أربعة تقسيم كم تقسيم 24 لأنه معطيني الخيارات بالساعة راح يطلع معي الجواب ايو 41 فاصل 62 42 تقريبا طيب هل هذا الحكي منطقي لا لأنه حكينا يعني أنا طلع معي الجواب 41 هل في خيار 41 لا منها الجواب غلط منها لازم أراجع الحل نشوف وين غلطنا زي ما حكينا مش مهم بالواحد يغلط المهم بالواحد يكتشفون غلط الغلط طبعا أنا اكتشفته الغلط حسابي طبعا نحن قد نحكي عن دقيقة نحن نحكي عن 250 دقيقة فلما حسبنا هون على الحاسبة يعني طبعا كيف الواحد بغلط في شغلات يعني نبليح نغلط فيه هون يعني أنا طبعا غلط فيه مش على العمدا غلط فيه غلط قمليح نغلطه ساس ما حدا يغلط إحنا حسبنا قلنا 250 دقيقة حكينا 250 ضربناها في كم؟ في أربعة مزبوط 250 ضرب أربعة كيف ستلمعي الجواب؟ ألف ولكن هاي الألف نحن نحكي عن دقيقة نحن نحكي ألف دقيقة والساعة الساعة كم دقيقة؟ ساعة ستين دقيقة وليس أربعة وشرين اليوم أربعة وشرين ساعة فهذا غلط يعني جدا ممكن الواحد يقع فيه فهن رح أقسم على ستين رح يطلع مع الجواب 16 وسلا 6 يعني تقريبا 16 أو 17 ساعة هون بتطلع إنه كيف تطلع مع الجواب 16 فاصلة هي 16 فاصل 6 عشر ساعات لا 16 وسلا 6 هاي الجواب 16 وسلا 4 16 وسلا 6 16 وسلا 5 تكلهم تقريبا نفس الشيء 20 لا 5 لا 1 لا ه stereo 1 حل السؤال وطلع معه الجواب زي ما طلع معنا 41 راح يروح مباشرة يحط 20 ممكن يلاقي الخيار اي والله 41 او 40 بروح يحط طب يعني طلعوا كيف شغلة هاي المسائل الحسابية مش صعبة يعني ان شاء الله ان شاء الله مش راح تشوفها صعبة بس الفكرة انه الواحد بدل تركيز يعني هي انا وقعت في غلط اني حسبت بدل مقسم على 60 قسمت على 24 طلع معي الجواب 40 هو مفروض يطلع معي الجواب 16 فاغلطة وقعت فاغلط فهاي جدا 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 مهمة انه الواحد يركز خصوصا بمسائل الحسابية يكتب معطياته يكتب كل شي يركز يتأكد شو بحل هيك مكو خلصنا الفارماكو كيناتكس كاملة ان شاء الله تكون موضوع سهل اي سؤال ان شاء الله احنا جاهزين انا جاهز ان شاء الله لاي سؤال والزميد السجن ان شاء الله جاهز لاي سؤال باذن الله بتمنى تحلوا هذور السؤالين سؤالين سهلات باذن الله زيد الحالينان فوق نفس المستوى حتى اسهل شوي ممكن هذا سؤال حل وهذا سؤال مش حل يعني سؤال تفكير ممكن تشوفوا مصادر ممكن تشوفوا كتب وراح نزلكم باذن الله راح نزل اسئلة حل لما توصل للموضوعها باذن الله راح نزلكم اسئلة حل الالكترونية ان شاء الله وراح يكون الاجابة تطلع لكم زي كأنه امتحان يعني ان شاء الله وانتو بتقدروا تشوفوا كتب تقدروا تشوفوا الليبن كوت ممكن اذا موجود فيه والله اتوقع مش موجود في الليبن كوت يعني بتقدر شوف مصادر وتعددة واللي بدوش يشوف بقدر يستنى تنزل احنا ان شاء الله راح ننزل اسئلة حل تسيروا تتمكنوا منها وما توقعوش في اي غلط باذن الله هيك ما اكون خلصت المحاضرة اي سؤال زي ما حكينا ان شاء الله احنا جاهزين الله يعطيكم العافية راح نبلش معكم ان شاء الله المحاضرة الجاي بالفارماكو دايناميكس اكثر من الفارماكو كيناتيكس وان شاء الله راح تكون اسهل باذن الله يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته